السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفادت مصادر مقربة من بيت الفاف بأن الناخب الوطني جمال بالماضي طلب مواجهة منتخبات إفريقية والديان خلال فترة التوقف الدول القادمة تحضيرا لمسابقة كاسيومي إفريقيا 2023 التي تجرى بداية العام المقبل بكو ديفور في الفترة من 13 جنفي إلى 11 فيفري رافضا فكرة برمجة مواجهات ودية مع منتخبات أخرى وقال المصدر نفسه إن بالماضي طلب إجراء مواجهات إفريقية حتى خارج الجزائر لكي يعتاد الوافدون الجدد في المنتخب الوطني على الأجواء بالقارة الصمراء ويستعد كما ينبغي لما ينتظرهم في كو ديفور ويريد جمال بالماضي برمجة بعض المباريات الودية للوقوف على مدى تجاوب اللاعبين الجدد مع الأجواء الإفريقية إذ يعي أنه لن تكون فرصة للعب قبل كأس إفريقيا المقبلة خاصة أن مواجهة أوغندا في الجولة الخامسة من تصفية كاني 2023 ستجرب نسبة كبيرة في مصر لعدم تأهيل ملاعب أوغندا من طرف الكاف وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد